وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أعلنت أنها ستنضم مباراة توظيف نهار سعود نوانبير 2024 هذه المباراة كتهم توظيف 21 تقني درجة 3 سلوام سعود 29 متصرف درجة 2 سلوام 11 5 مهندسين دولة درجة 1 سلوام 11 آخر أجل إداء ملف الترشيح هو النهار 17 أكتوبر 2024 الملف الترشيح فيه نسخ الوتائق التالية طلب خطي لإجتياز المباراة سيرة ذاتية للمترشيح نسخة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني من الواجهتين ونسخة من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة زائد نسخة من شهادة الباكالوريا ثم ترخيص إجتياز المباراة بالنسبة للموظفين واحد الترخيص كيمنحوا سيد رئيس الحكومة الناس اللي ما عندهمش سين قانوني لتوضيف أي اللي عندهم فوق سين ديالتوضيف كيحصلوا على واحد الترخيص من سيد رئيس الحكومة باش يدوسوا هاد لمباراة ثم الشهادة اللي كتبت توفر على صفة مكفور الأمة أو الشهادة اللي كتبت لإنتيمة لأسرة المقاومة وجيش تحرير أو الشهادة ديالتسجيل في لوائح دوليحتياجات الخاصة أو الإعاقة أما طريقة إيداع الملف فأولاً لابد أن تسجيل قابلي على الموقع الإلكتروني hwtpsw.sup.gov.ma ثم بعد ذلك إيداع الملف على الموقع الإلكتروني نفسي أي recreatment.ensup.gov.ma شروط المطلوبة لإجتياز المباراة المذكرة هي الجنسية المغربية سنكم ما بين 18 سنة و40 سنة ثم ضرورة التوفر على الدبلوم أو الشهادة المطلوبة بالتوفيق للجميع المفكر المغربي يحييكم يضرب لكم موعداً قريباً ويشكركم على حسن المتابعة والإصغى ويتمنى لكم أوقات طيبة أينما حللتم وارسحلتم موعدنا في القريب العاجل بإذن الله وحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته